اشتركوا في القناة واعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الاكاديمية والفكرية والاعلامية وعددا من افراد المجتمع وقد رحب سموه حفظه الله برواد مجلسه الاسبوعي الذي يجسد صورا من صور التواصل الذي يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله تكريسا لنهج المجتمع وسنة الاباء والاجداد وترجمة للروح الاصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقدتنا الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من منصة جامعة لكافة ابناء المجتمع في صورة تجسد هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير نوهين بجهود تعزيز اسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر